السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم المهندس علي الدين الإردواز الفد للتكييف الفيديو التوضيحي لتوريد وتركيب أنظمة التكييف الكونسلد المخفي بمشروع فيلا مدينة جزان الساعة التبريدية المشروعة 50 تن تبريد متوزعين في فيلا طبعا ده بالنسبة للفيلا ده عندنا مجلس مجلس الرجال تم تركيب فيه مكيف خمسة طن تبريد زي ما احنا شايفين طبعا احنا بنكون حرسين بشكل كبير جدا ان احنا نركب الوحدات التكييف الداخلية داخل الممرات والمغاسر والأتيال زي ما احنا شايفين هنا بالنسبة لين موجودة في المستودع تمام احنا بنكون حرسين على ان احنا نركب الوحدات الداخلية عشان عملية السيانة والتشغيل فيه مبعد والنهاية تكون موجودة في الاسياب والممرات هنا بالنسبة للمجار الهواء تم الانتهاء من تركيب مجار الهواء طبعا نقطة مهمة جدا في حالة مرور مجار الهواء من الهواء دايما بنسيد مسافة نفس مسافة الدكتر تعريبا عشان يعود للمكينة مرة اخرى وبالنسبة ليه البلينيام بوكس زي ما احنا شايفين يتم عجلة من الداخل والخارج لان الرطوبة هنا عالية في جزان بتصل تعريبا الى تسعين او خمسة وتسعين في المية وبالتالي بنعالج عملية التكسيف اللي بيكون موجود على الجريلات بشكل كبير ان احنا بنعزل البلينيام بوكس من الداخل ومن الخارج ونقطة كمان مهمة جدا بعملية اه المحافظة ان ما يكونش فيه تكسيف تماما زي ما احنا شايفين ده المواصير النحاسية ممددة داخل لايكسير الجرجوري ده بيحافظ على العمر الافترادي للمواصير النحاسية بالاضافة انه اي مواصير يتم اختراق طبعا الوحدات الخارجية يحتركب في الجزء الخلفي من المبنى فاي مواصير بتختارك الجدار زي ما احنا شايفين بتتقفل بشكل جيد جدا منعا لعدم دخول اي درجة حرارة خارجية من برا بتكون فوق السقف المستعار وبالتالي يحصل فلازم احنا بنأكد في كل المشاريع ان اي مواصير مواصير سباكة مواصير مواصير تكيف تختارك الجدار لابد من عزلها بشكل بشكل جيد ده طبعا هنا بالنسبة له مجلس بنزالة هنا برضو بزالة بالنسبة له مجلس مجلس النساء طبعا النظام نظام عندنا هنا نفس الفكرة بالضبط الواحد الداخلية مكيف اربعة طن تبريد الواحدة الداخلية موجودة في المغاسل بالخلف بنسيب مسافة لدخول الحواء مرة مرة اخرى وبالنسبة له بيتم عزله برضو من الداخل من الخارج بشكل عام نحن في كامل البلا طبعا هنا نظام طبعا عندنا هنا سابلاي سابلاي هيركب بعد كده في استعمال مستعار هبتدي منظر جمالي بشكل جديد ده طبعا هنا بالنسبة للصالة بالنسبة للصالة مركبيه فيها ثلاث مكينات خمسة طن تبريد من خلق ذلك من وقت تبريد بالنسبة له المكينة الاولى المكينة الاولى تم الانتهاء من عمل الترميشن الخاص به الوحدة الداخلية وزاي ما احنا شايفين في الصورة بيتم عمل الترميشن الخاص بالدريم بايت ويتم عمل ومن ثم عملية التهوية. ويتم عزل مواصير الصرف وده مهم جدا. فعزل مواصير الصرف تحديدا في المنطقة الجنوبية هنا في جزان لانه الرطوبة هنا بتوصل زي ما قلنا في بداية الفيديو التسعين في المائة. لابد من عزل مواصير لعدم موجود اي تكسيف. بشكل جزير جدا. طبعا دي الماكينة التانية جاري دلوقتي برضو عمل الماكين الماكينة الخاص بيها. الغرفة في النورة الوقتية. احنا كنا على الدكور الخاص به الغرفة. تم التنسيط مع مهندس الدكور ان يكون عندنا الجريلات هنا مخفية. فاحنا عملين هنا لينير فار جريل. كونسل دي مخي. ازاي ما احنا شاكين اتجاه او زيع الهواء داخل الجدار. في الغرفة دي هيكون كل الجريلات مخفية. كونسل دي جريل. طبعا دي الوحدة الوحدة الداخلية بيتم تغطيطها بشكل جيد. لحين بدء تركيب الجيبسن بورد. دي النقطة اللي انا بتكلم عليها ويمكن هيتم تغطيطها بشكل جيد جدا قبل البدء دي السقف المستعار. زي ما احنا شايفين هنا موجود اللي خارج منه. المواصيل النحاسية. لابد من تغطية هذه الفتحة بمادة الفوم لكي نحافظ انه ما يكونش فيه الترانسفير بشكل بشكل كبير جدا. طبعا نتبه للغرق. بالنسبة للغرق بالاخرى. آآ نفس النظام. ده عندنا بالنسبة للمكيف هنا آآ مكيف. طبعا تم تأسيس المواصيل النحاسية داخل لايك. كما تأكيد البوكس الخاص بالتوزيع. عندنا مصورة بالنسبة للمصورة طبعا بيتم عملها عن طريق السبات. ويتم التأكيد عليه اي مواصيل بالارض. لابد من وضع عليها الخطة الاسمنترية اللي يحافظ على العمر الافترادي. آآ للمواصيل النحاسية وعدم تعرضها للمواصيل السلف وعدم تعرضها للكسر من اي اعمال اخرى. وطبعا اعطينا نقطة الكهربة. والمواصيل النحاسية لتلتيب المكيف اللي اسبالات فيه معها. هنا برضو الادارض هنا عندنا المكيفات الاسبالات وعندنا هنا آآ نقطة الصرف ونقطة الكهربة الخاصة بين المواصيل النحاسية. وبالنسبة الوحدات الكاليجية كلها هتنكم باق سايد او بلدن. آآ بالنسبة ليه الوحدات. وطبعا هي المكينة رقم ثلاثة بالنسبة ليه السابق. برضو موجودة هنا في الفروزور والاتيار. وفي النهاية احنا بنكون حالسين بشكل كبير جدا انه العمل يتم على على اعلى مستوى ان احنا بنشتغل بناءا على الاستاندرد واعلى من الاستاندرد تحديدا في المنطقة الجنوبية زي موضوع البلينيوم بوقت ده. احنا مميزين فيه بشكل كبير ان احنا بنعزله من الداخل بالايروفلكس ومن الخارج بالفيبر جلاز. عشان عملية التكسيف بشكل كبير جدا. آآ وفي النهاية احنا بنكون الاعمال كلها منصقة بالتنصيق مع المكتب الاستشاري والمالك بناءا على المخطط الدكوري. آآ وفي النهاية احنا بنكون مع العميد في خدمة ما قبل البيع بالالتزام بالمواصفات وخدمة ما بعد البيع انه في النهاية بنكون مع العميل في حالة وجود اي طلب اثناء فضرة الضمان او حتى ضمان الوكيل بنكون متابعين فيه بشكل كبير جدا ان احنا بنفعل العميل. سنة لأعمال التركيبات وسنتين شامل كتعة الغيار وخمس سنوات على الكمبرتر اللي هو ضمان الوكيل وبنتابع مع العميل بشكل كبير جدا في عملية الضمان وان شاء الله لا نحتاج للضمان ولكن اذا احتاجنا في اي اعمال بنكون صبرت بشكل كبير جدا للعميل وده كان فيديو توضيحي يوضح توريد وتركيب انظمة التكييف الكنسرد المكفي بمشروع فيلا مدينة جزان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لمهندس علاء الدين الاردوازر في الدين للتكييف